أخت أخرى بتقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول لي يعني باللغة العامية شوفي هي عائشة بتقرأ القرآن قال نظرت فإذا هي تقرأ القرآن ثم بتقول وهذه حفصة تقرأ القرآن ونظرت فوجدت أنهم يقرؤون القرآن خليني أنا أعلق على قضية متعلقة برؤية النبي صلى الله عليه وسلم وهذه مما يخطئ فيها كثير من الناس في حديث النبي من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل به شو الخطأ اللي بصير عندنا كثير من الناس بيجي بيقول لك أنا رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام طيب بيقول ورأيت وإذا هو رجل طويل أسمر البشرة أصلع الشعر طمنك هذه ليست رؤية النبي عليه الصلاة والسلام وهو معنى حديث النبي من رآني في المنام فقد رآني حقا يعني إذا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم ام نسأل أنفسنا هل الصفات التي رأينا عليها النبي عليه الصلاة والسلام هي الصفات التي عرفناها عنه في طوله بين الطول والقصر مائلا إلى الطول مربعا بين الرجال أو مربعا بين الرجال هل كانت هناك فرجة في أسنانه هل كانت هناك في أذنبات أنفه صلى الله عليه وسلم هل هو أدعج الحاج بين عالي الجبين مثلا هذه الصفات التي نعرفها عن سوادي شعره صلى الله عليه وسلم عن طول شعره وجماله إذا كان هذه الرؤية التي رأيناها عن النبي عليه الصلاة والسلام فهي رؤية حق للنبي ولا يتمثل الشيطان به صلى الله عليه وسلم و رؤية النبي خير و بركة و طمأنينة و فرحة و سعادة نياله اللي بشوف النبي صلى الله عليه وسلم ذكرتوني بحاجة أحكي لكم ياها قبل ما أعبر هذه الرؤية أحد المشتاقين للنبي صلى الله عليه وسلم جاء لإمام مسجد قال له يا أخي أنا والله مشتاق أشوف النبي عليه الصلاة والسلام و حاب أني أشوفه بس مش راضي يطلع معي في المنام قال له مسألة بسيطة روح اشتري لك ثلاث كيلو سمك و ملحهم بشكل جيد ثم تعشى عليها و لا تشرب الماء و نام بعد ذلك فعلا هذا الرجل ظن أنه سيرى النبي صلى الله عليه وسلم ففعل ما نصحه به هذا الإمام الشيخ ثم ثاني يوم جاء له قال له يا شيخ ذبحتني أنا مضيت في الليل بحلم وأنا عمالي بسبح في بحر من الماء قال له وصلتك الرسالة ولا ما وصلتك لو كنت مشتاق فعلا للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أنك تشوفه شوقك هذا حيخليك أنك أنت تشوفه في المنام على كل الأخت بتقول أنا رأيت و إذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبرني عن عائشة و عن حفصة أنهما تقرآن القرآن أنا أقول من رأت هذه الرؤية فيها بشارة و دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم لأن نقرأ القرآن لعلك أنت مقصرة أيضا في قراءة القرآن الكريم فهذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم أن نقرأ القرآن الكريم و أن نحرص عليه وهي فرصتنا يا إخوة يا أخوات في هذا الشهر الفضيل